بسم الله الرحمن الرحيم نتناول الدرس الرابع وهو الحروف مع الكسرة ما يهمنا في هذا الدرس أن يتعرف الطالب بداية على شكل الكسرة وعلى موقع الكسرة من الحرف فموقع الكسرة من الحرف كما نعلم يأتي ماذا في نهاية تحت الحرف بمعنى أن حرف مثلا جيم هذا تأتي موقع الكسرة تحته تحت الحرف فتكون تنطق جي فماذا تنطق جيم كسرة جي مثلا نون كسرة ني ها كسرة هي بهذه الطريقة بعد ذلك يهمنا أن يأخذ الطلبة جميع الحروف ويتعلموا عليها ويقرؤوها ويفرق الطالب كذلك ويفرق المعلم للطالب بين الحروف مع الفتحة والحروف مع الكسرة والتفريق الصوت بينهما لأن الذي يختلف بينهما هو صوت الحرف يتغير بتغير الحركة بعد ذلك يشرح المعلم للطالب كيفية قراءة الكلمة من خلال هذا الصندوق وهو صندوق الشرح كما ذكرنا أن هذا الشرح بمعنى أن نؤكد على أن هذا الصندوق الأول يخص الكلمات التي من حرفين هكذا والصندوق الثاني يخص الكلمات التي من ثلاثة أحرف والصندوق الثالث يخص الكلمات التي من أربع أحرف هكذا تدرجا نبدأ بالحرفين ثم ثلاثة ثم أربعة أحرف بحيث نغطي كل حالات الدرس بعد هذا ندخل على كيف لا ننسى أن نستعين بماذا لهو حركة اليد ننظر كيف نقرأ الكلمة إن كنا استعملنا حركة اليد للشرح للطلبة ننظر هكذا كلمة مثلا حسبة اليد هكذا مع الفتحة واليد مع الكسرة هكذا واليد مع الفتحة هكذا تكون نستخدم حركة اليد إن كان الحاجة إليها في أطفال صغار السن أو ضعافة التركيز بعد ذلك نبدأ في شرح كيفية قراءة الكلمة من حرفين ثم من ثلاثة أحرف ثم من أربعة أحرف كما استخدمنا في التقطيع السابق ونكرر ونعيد التقطيع ربما يكون مناسب وأكثر استفادة للمعلم كذلك للتفطيل بينهما أو للتعريف بهما أكثر فمثلا عندما نأتي لهذه الكلمة مثلا كلمة بيكا نأتي ماذا نأتي بهذه الطريقة مثلا لماذا انظروا إلى أننا لوننا الكسرة باللون الأحمر اللون الأحمر يدل على لون الدرس حتى نخصص الدرس أو حركة الدرس دائما نلونها باللون الأحمر حتى يتعرف أن الطالب أن لون الأحمر خاص بهذا الدرس ثم ماذا ينطق يقول مثلا هكذا با كسرة بي هكذا ثم تقطيعا كافتحكا نعم مع بعضهم تقرأ بكا بهذه الطريقة نفس الشيء عندما الطالب يستطيع أراد أن يقرأ مثلا كلمة إني وهي نركز على الكلمات التي فيها كسرتين مع بعضهم كلمة إني هكذا حاسي هكذا حاسي بعدها با حاسي با نفس الشيء الكلمة من ثلاثة أحرف تكون مكسورة إي بي إي بي هكذا أنذن لي إي بي لي مع هذه الطريقة ثم بعد ذلك نأخذ الكلمة التي من أربعة أحرف ونقرأ ماذا بنفس الطريقة الكلمة التي من أربعة أحرف في نفس الطريقة نقسمها إلى حرفين اثنين كل اثنين مع بعضهم بهذه الطريقة ونقول بي عي بي عي صامي صامي مع بعضهم بي عي صامي نفس الشيء ونقسم كذلك إلى مقطعين واشا واشا هيدا مع بعضهم تقرأ واشا هيدا نستعين بهذه الكلمات في الموقع الإلكتروني هناك أيقونة تقول بالتهجي أو من غير تهجي كذلك نتدرب نؤكد على أننا عندما نقرأ الكلمة من نقرأ الكلمة لا نسكن آخرها كنقرأ مثلا كلمة فرحة فلا نقول مثلا فرح بل نقرأ آخر الحرف بكلمته كذلك عندما نقرأ نفس الكلمة بهذه حبيطة لا نقرأها حبيط نؤكد على هذا الشيء نستفيد من الوسائل المساعدة ونستفيد من شرح المعلم في نهاية الصفحة نستفيد من كتاب النشاط فيه كلمات كثيرة تحتوي على الحروف مع الكسرة نتدرب عليها قراءة وكتابة نستعين بدليل المعلم يستعين بها بحيث يمشي بخطوات متدرجة في الدليل ثم كذلك بالكروت التعليمية وبالموقع الإلكتروني نردد مع الشيخ إبراهيم قراءة الكلمات بالتدرب عليها سماعا وتلقيا بعد ذلك نستطيع بعدها أن ننتقل إلى الدرس الخامس بكل سهولة ويسر وجزاكم الله خيرا